الافصاع عن الذات ما هي عملية الافصاع عن الذات؟ نعطي مقدمة سريعة عن عملية الافصاع عن الذات حيث نقول بداية أنه تشكل المحادثات العابرة معظم الاتصالات الشخصية التي نعقدها مع الأشخاص من حولنا فعملية الافصاع عن الذات هي عملية يقوم الفرد من خلالها بإفشاء بعض المعلومات الشخصية لفرد آخر دون غيره من أفراد المجتمع يقص فرد معين بإفشاء سر معين فهو بذلك يعكس طبيعة العلاقة التبادلية للاتصال الشخصي فعندما يفصح الطرف الأول عما يدور في داخله يظهر الطرف الثاني الاهتمام وتفهم لما يقول هذا الطرف الأول زميله وبالتالي تحدث عملية الاتصال بين الطرفين بشكل آني ومستمر طبعا لماذا نفصح عن بعض الأسرار بعض ذواتنا شيء خاص نحن نعتمد على الخبرات السابقة في اختيار الشخص المناسب لمثل هذا النوع من الاتصال فكلما زادت الثقة في شخص معين كلما ازداد مقدار ما نفصح عنه من معلومات حول ذاتنا وعادة ما تكون هذه الثقة مبنية على مدى تكبلنا لرد الفعل المتوقعة من هذه الاتصال أو من هذه عملية الاتصال التي حدثت بين الطرفين طبعا كيف نفصح عن الذات عن ذواتنا يختلف الأفراد في مقدار ما يفصحون به أو عنه من معلومات حول الشخصية للآخرين فقد ذكر العالمان جوزيف وهاري أن الفرد لا يدرك جميع المعلومات المتعلقة بذاته كما أن الآخرين لا يدركون جميع المعلومات المتعلقة بذلك الفرد ولتوضيح كيفية حدوث عملية الافصاح عن الذات طور العالمان نموذج أطلق عليه نافذة جوهاري ويندو حيث تم تقسيم الذات البشرية إلى أربعة مناطق رئيسية هي أولا المنطقة المكشوفة ثانيا منطقة الأسرار ثالثا المنطقة العمياء رابعا المنطقة المجهولة المنطقة المجهولة من خلال هذه المناطق يمكن تفسير عملية الافصاح وبيان كيف تتم عملية الافصاح وما هي مدى المعلومات التي يمكن أن نفسح عنها طبعا هناك بعض العوائق للافصاح عن الذات نلاحظ أنه كثيرا ما يتردد الإنسان في الافصاح عن ذاته للآخرين طبعا خوفا من العواقب التي قد يجنيها من وراء ذلك هذه العوائق لسلبيات عندما يقوم الإنسان بالافصاح عن نفسه عن ذاته قد يلاحظ أن هناك بعض السلبيات نتجت عن عملية الافصاح زي الخوف من إظهار العيوب الانتقاد فقدان الشخصية لنتناول الموضوع الأول الخوف من إظهار العيوب خوفك من إظهار عيوبك فالافصاح عن الذات سوف يظهر للطرف الآخر القصور في شخصيتك أو في المهارات التي تتمتع بها وهذا ما يدعو كثير من الرجال إلى عملية التردد في طلب المساعدة عندما يظلون الطريق لكي لا يظن الطرف الآخر أنهم دائهون أو أنهم لا يملكون القدرة على تحديد الاتجاهات فهنا أصبح الخوف من ظهور بعض العيوب هو أحد العوائق أنك تفصح عن ذاتك أو تفصح عن معلومة معينة أيضا الخوف من أن يصبح رفيقك ناقدا لك الانتقاد فعندما تطلع شخص على نقطة معينة على نقطة ضعف معينة تكمن فيك فإنك بالتالي ستصبح عرضة للهجوم لهجومه عليك أيضا الخوف من فقدان الشخصية الخوف من فقدان الشخصية وهي الثقة بالنفس أن تتمتع بثقة بالنفس هذا شيء كبير لكن فقدان الشخصية هي عكس الثقة بالنفس الثقة بالنفس هي الاعتقاد في أن النفس قادرة الركون إليها الإيمان بها لكن البعض يرى أن هناك بعض الأمور الخاصة بهم والتي لا ينبغي لأحد أن يطلع عليها وقد يكون هذا الخوف ظاهرا لدى بعض الشباب في مرحلة المراهق بصورة أكثر مما تزداد رغبتهم في الاعتماد على أنفسهم واتخاذ قراراتهم بأنفسهم دون الرجوع إلى الوالدين أو من هو أكبر منهم أو من لديه الخبرة في هذه الحياة إذن الخوف من أن تفقد شخصيتك وبالتالي الخوف من أن تفقد زميلك لأنه قد يكون لدى أحدهم سردفين ولو اطلع عليه الزميل لربما أدى إلى ابتعاده عنه أو إنهاء العلاقة فيما بينهما وبالتالي تفقد الشخصية القدرة على التواصل وهذا سبب رئيسي لعدم الإفصاح عن الذات طيب نقول هنا موضوع متى يكون الإفصاح عن الذات مناسب نحن نفسح عن ذواتنا فقط للأشخاص المهمين بالنسبة لنا كما أن الأشخاص الذين لا تربطهم بنا علاقة وطيدة سيشعرون بعدها بالارتياع عندما نبوح لهم ببعض الأسرار بعض الأمور الخاصة بنا لذلك علينا الانتظار والانتقاء حتى نتأكد من العلاقة مع الطرف الثاني هل تسمح هذه العلاقة بتبادل المعلومات الشخصية بين الطرفين طبعا هذا يؤكد مدى مدى العلاقة بين الطرفين إذا كانت العلاقة حميمة ننجح في عملية الإفصاح عن الذات في كل الطرفين وبالتالي يتفهم كل الطرفين بعض يما البعض وتؤدي ذلك إلى استمرار العلاقة هذه العلاقة الحميمة طبعا أخيرا نقول أن هناك بعض النصائح التي قد تساعدك في تحديد الوقت والكيفية المناسبة للإفصاح عن الذات لا تفسح عن ذاتك أينما كان هناك بعض الأمور التي تساعد في تحديد الوقت المناسب الكيفية المناسبة الطرف المناسب أولا اختر السياق المناسب يجب أن تتوافق كمية ونوع المعلومات المفصى عنها مع حالة الاتصال والمحددات الاجتماعية هذا أولا ثانيا تدرج في الإفصاح وفقا لتطور العلاقة في معظم الحالات تتطور العلاقات بين البشر من خلال تدرج طرفي في الإفصاح عن المعلومات الخاصة بها فقد تكون العلاقة سطحية هنا يجب عدم الإفصاح عن الكثير من المعلومات المعلومات المهمة الأسرار مع تطور هذه العلاقة يمكن أن تفصح أولا بأول لو كان هناك في مجال ورأيت أن الطرف الثاني يتقبل ذلك وأن هناك في عدم إفشاء للأسرار وبالتالي مع تطور هذه العلاقة يمكن أن تستمر عملية الإفصاح عن الذات لأن عملية الإفصاح عن الذات هي من طبيعة البشر أنه يخفف عن نفسه عن طريق الإفصاح عن الذات وتقبل ذلك من قبل الطرف الآخر ثالثا استخدام الإفصاح المتبادل يجب عندما يفسح الفرد عن بعض المعلومات الخاصة لصديقه فهو يتوقع منه نفس الشيء أن يفعل معه نفس الشيء نقصد بذلك الإفصاح المتبادل أنه التوافق في طرفي العلاقة في عدد مرات الإفصاح ودرجة الخصوصية في المعلومات المفصح عنها فالعلاقة التي يتم فيها الإفصاح من قبل شخص واحد فقط هي علاقة غير متوازنة وليست حميمة كتلك العلاقة التي يتساوى فيها الطرفين في الإفصاح عن معلوماتهم الخاصة إذن التوازن مطلوب رابعا استخدام الإفصاح لتدعيم العلاقة تذكر أن الإفصاح عن الذات يتطلب بعض المخاطرة عملية الإفصاح عن الذات هي مخاطرة بحد ذاتها إذ أنك لن تعلم ردة فعل الطرف الآخر في أكشن في رياكشن ما هي ردة الفعل بعد عملية الإفصاح عن بعض المعلومات فإذا أردت تجنب هذه المخاطرة فقد يكون من المناسب أن تحدث الطرف الآخر عن الموضوع بشكل عام ومن ثم تلاحظ ردة الفعل عن ما حدث ومن خلال خبرتك الخاصة في هذا الموضوع تعطي الأكثر فالأكثر وبذلك تتجنب الخطر في ذلك تتجنب الخطر في ذلك هذه بعض النصائح في عملية الإفصاح عن المعلومات الإفصاح عن الذات عن الأسرار طبعا لا ننسى أن نتكلم القليل في السلم اللي داري سلم ماسلو سلم الحاجات الهرم هرم ماسلو اللي هي كيف يحقق الإنسان ذاته من خلال الانتقال في مراحل أو المراحل الخمسة التي تحقق الذات حيث أن هذه المراحل تبدأ بالأمور الحياتية الأمور الفيسيولوجية الأساسية ثم تنتقل لتتطور عبر سلة معين حتى تصل أو نصل إلى مرحلة تحقيق الذات إذن عملية تحقيق الذات هي ليس بالموضوع السهل تتدرج من الأمور الرئيسية في الحياة مثل الماكل والمشرب والمسكن ثم الحاجة إلى الانتماء الحاجات الاجتماعية حتى تصل إلى تحقيق الذات إذن تحقيق الذات شيء أساسي في حياة الإنسان ويتطلب مهارة ويتطلب جهد واتصال شخصي مع المحيط مع البيئة التي يعيش بها سواء كانت بيئة داخلية وبيئة خارجية محيطة محيطة